يعتبر اعلان اسرائيل مصادرة قرابة الاربعة الاف دنوم لصالح ما يسمى بتجمع مستوطنات قوش عتسيون من اراضي محافظة بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية المصادرة الاكبر منذ ثلاثين عاما فتصاعد الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية سيدفع القيادة الفلسطينية نحو نهج جديد في ادارة الصراع مع اسرائيل والتي كانت على مدار عشرين عاما تحكمها قوانين المفاوضات برعاية امريكية يعني هو قبل اجتماعات الجمعية العامة سنذهب لمجلس الامن وقبل الجمعية العامة سنذهب لمحكمة الجمعية الدولية وبالتالي خلال اسبوع ستتضح الامور بالكامل نحن لن نعود الى المفاوضات السابقة بالطريقة السابقة التي تسرق فيها الارض بالاستيطان بينما هم يصرفون تسعة اشهر لا يفعلون شيئا على الطالة فتضاعف الاستيطان اربع مرات منذ انطلاق عملية السلام قبل عشرين عاما وتقلص مساحة اراضي الدولة الفلسطينية العتيدة لاكثر من النصف بفعل الاستيطان والجدار والطرق الاستيطانية دفع نشطاء فلسطينيين للمطالبة باستراتيجية فلسطينية جديدة شعبية ودبلوماسية يجب ان يصدر رسميا من منظمة التحرير ومن دولة فلسطين طلب بمعاقبة اسرائيل وفرض العقوبات عليها ومقاطعتها وهذا الاستيطان هذا الاعلان عن هذا الاستيطان والمصادرة هي واحد من اهم المبررات التي يجب ان يأخذ فيها الجانب الفلسطيني ويدعو الى مقاطعة اسرائيل وحصارة فاشارة الرئيس الفلسطيني التي اطلقها حول انعاش مسار المفاوضات تقطعها اسرائيل اليوم بشرط فض الشراكة السياسية مع حماس وبالاستيطان مع كل محاولة فلسطينية لانعاش المفاوضات مع اسرائيل تصر اسرائيل على ابقائها في غيبوبتها بفعل الاستيطان ومصادرة الاراضي واقع قد يفتح الفلسطينيون من خلاله حربا على اسرائيل دبلوماسية وقانونية ويبقى الباب مواربا بين تصعيد ميداني او استئناف ضئيل لتلك المفاوضات في رسلوت في سكاينيوز عربية من امام مستوطنات غربي القدس